موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة التعليم والتطور ونهارده هناخد الابليكيشن على وتطبيقات هناخد اول شوية برامج كده في البداية بمتدرجة الصعوبة بما ان ما فيش اي مشاريع على سكراتش الانجليش فهنبدأ نشتغل في اول مشروع وهنا هنتكلم عن لعبة التخمين او وهي ان انت يبقى عندك رقم عشوائي هو بتحط في اللابة وانت بدورك بتدخل الرقم وبيبدأ المقرنة بدام قلنا في رقم عشوائي يبقى في متغير هون عمال يتغير فهنشتغل في ونبدأ نقول في البداية هنعمل ايه هنجيب كائن وزي ما قلنا بنجيبه منين بنعمل ايه هنقول مسلا ايه لو عايزين بيبول وبيقول لك بدأ حط الرقم عايزين حط فاني كده زي الولد ده مسلا خلاص وحنحط برضو خلفية ايه برضو عايزين خلفية طيب انا عايزة اعمل قلنا اللعبة معتمدة على ان فيه انت بتحط رقم والرقم ده هو انت بتخمن هو بيبقى ايه هو الرقم اللي هو اللعبة عامله لك ولا لا ففي البداية انا محتاجة اعمل متغير والمتغير ده بيعمل لي الالقام مسلا هنقول مسلا من وان تو ايه خلاص تمام فعشان نجيب من الاول فهنجيب الايه الاريبل وهنعمل ميك وحنكتب الاول اللي هو الايه الرقم اللي هو الاريجست نمبر تمام طيب ويبدأ هنا هيزهر وفيه تاني رقم اللي انا هقوله اللي هو ماي نمبر فحقوله ميك باريابول تاني اللي هو ماي نمبر تمام طيب هاخد بقى اللي هو النمبر بتاعي ده يبقى تحت وحقوله ان ده احنا عايزينه متغير وزي ما قلنا المتغير ده بيبقى راندم او بيبقى شغله الارقام بتتحط فيها شوية فهنتحط فيها شوية ازاي بنيجي من طيب انا الاول عايزة اقوله ان اللي اقترح ان الاريابول ده هيقوله سيت ماي الاول السجست نمبر مش ماي نمبر اللي انا عايزاه هيبقى من زيرو لكام فانا عايزة حطه هناخده بيك راندم من وان تو قلنا مسلا وعايزاه يبقى مايبقاش ظاهر يعني انا عايزة اه هدن علشان لما اللي هو اللي هو الايه اللي سجست نمبر ده لايبقى هدن خلاص واقوله وين هنوجد عملنا كده خلاص هو اختفى طيب الاريابول التاني اللي هو ماي نمبر هون موجود خلاص بس كده انا الوقتي الاول حالة احنا عايزينها ان لما نضغط خلاص تبدأ انت تحطيلي متغير من خلاص طيب انا بقى عايزة ابرمج انا هقول ايه فانا عايزة اقول ايه فهنبدأ نقول الايفنت دين هنجيب لما اه الوقتي احنا عايزين العملية تبقى باستمرار يحصل اتشيك على على النمبر اللي انا بدخله يعني هيحصل فيه دايما ايه يحصل الرقم او اجراء عملية حسابية عليه بمعنى ايه بمعنى ان انا حدخل رقم هو حاطت في اعتبار اللعبة يعني هو هيحط في اعتباره مسلا الرقم اه انتين وانا حطوه ناين فهو المفروض يبدأ يقارن ويشوف هو ايكول لو ايكول هيبقى وين من انت فست او لو هو مور زين فهيقول لك ايه يعني يقال له او لو هو اصغر فهيقول لك ايه 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 تمام فانا برضو محتاجة ان انا اعمل ايه هعمل المتغير ده في ايه ايه لوب فوريفر لوب فوريفر يعني باستمرار تعمل ايه نعمل ايه ايه وهناخد كمان ايه الشرطية اللي هي افزن يعني ايه يعني هنبدأ نعمل اه لو نبدأ نعمل التشيك على النامبرز او العملية الحسابية الابريشن بتاعتنا لو هو ايكوال او اه مور زين او لزين فحنبدأ نجيب الوردل اللي هو او البلوك اللي هو اف زين ايلس ونحطه كده ونبدأ نقول لو احنا الوقت هنقارن ما بين مين ما بين الماي نومبر والسجست نومبر تمام فانا عايز اقول له هاتلي هنا احنا عندنا البلوك ده ايه اللي هو الاول هنروح على علشان نجيب اللي هي دي اها وحنقول في الاتنين دول اللي هو اللي عندنا اللي هو والسجست نومبر فلو حصل كده هتروح وتقول له انت ايه يوين انت فست تمام ماشي طب في حالة بقى ان النامبرز مي نومبر مور زين او ليس زين ااا سجست نومبر ففي الحالة دي هنبدأ ندخل تاني اف. خلاص اللي هي افزين. لو عندنا الماي نومبر ها اقل منه. خلاص لو هو اقل منه هتقوله ايه هتقوله انكريزي. هتقوله ساي انكريز. لو هو كده هتقوله لس. قلل. تمام. طيب. نبدأ نشوف كده. اهو بيقولي انكريز يعني ابدأ احط. ها لا ده بيقولي لس. خليه تسعة. ها قلي لس. اخليه خمسة. اللينكريز. اه يبقى النبر كان سيكس. بس هي دي اللعبة. اه جميلة. وبدايات ان انت تعمل اه بدايات ان انت تعمل اه برنامج معقد شوية. اخدت فيه. اه ازاي نعمل وازاي نستخدم افزين والفوريفر لوب. اللي هو الاستمرار اياه. تمام. اه. يلا نبدأ نعمل الموضوع بقى على ارقام اكبر. اه. نبدأ نجربها. اتمنى يكون الفيديو مفيد وممتع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة